السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم تابعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات عني نحق قردر حلوة قوي تابعوا معي الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراكوا القناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم وصلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهاردة جايلكم باقي بالوصفة المنتظرة الغريبة طلبت مني كتير جدا وعايز اقول لكم مفيش اسهل منها مقدارها سهلة جدا مختلت مكونات دا هتعملي احلى غريبة تعالوا بقى ندعي لاخواتنا في فلسطين الاول ونقول لهم يا رب ينصرهم ويزيح الغمة وينصرهم نصرا يتعجب له اهل الارض واهل السماء اللهم امين تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه بصوا بقى المكونات اللي معي انا ضرب المقدار في مقدارين انا هقولك المقدار الصغير تمام؟ هقولك بقى كل الحاجات اللي تخذي بالك منها اول حاجة معي كبيتين من السمنة السمنة البلدي او السمنة الجاموسي اللي هي لونها ابيض تمام؟ معي على الكبيتين سمنة كبية من السكر البودر طبعا السمنة لازم تبقى في التلاجة ما تبقاش سايحة كده يبقى كبيتين سمنة كبية سكر بودر كده تمام؟ دول كده ما فهمش اي تغير نيجي للحاجة التالتة وهي الزقيق الدقيق احنا هنعير بنفس الكباية اربع كبايات دقيق بس هنخلي تلات كبايات ونص في البولة بتاعت الدقيق ونص كباية في الكباية اللي احنا بنعير بيها مش هنقيه مش هنفضيها. هقول لكم لينا بعمل كده. تمام? يبقى المقدار المزبوط كبايتين سمنة على كباية من السكر البودر على اربع كبايات من الدقيق. بس هنخلي كباية ونص قصدي تلات كبايات ونص في البولة وعنجي نص كباية على الجنب. تمام? ومعي ايه? رشة بسيطة من الفانيليا لو انت حبها. تعالوا بقى نشوف اهم خطوة وهي احنا هنحط الكبايتين السمنة مع كباية السكر البودرة ونضربهم كويس جدا في العجين. لغريت لما يبقى قوامهم شبه الكريمة. طيب لو عايزة تعملي بالميزين. انا متعودة معكم في الحلويات بعمل بالجروم مش بعمل بالكباية. بس الفكرة الغريبة يعني مش شرط ميزان ليه? ان الغريبة هي ايه? ده نص ده نص ده. فاهمين? فهي مش مش محتاجة للميزين. انت لو ما عند الكباية السكر نص السمنة ونص والسمنة نص الدقيق. فاهميني? المهم بعد بقى لما ضربت بقى الايه? تعالوا نرجع الوصفة بتاعتنا. بعد لما ضربت بقى السكر والسمنة كويس جدا. لغاية لما القوام بتاعهم افتحي كده زي ما انتم شايفين. ولسه حضر فيهم كمان لغاية لما حس اللي هي شبه الكريم جانتي. تمام? هحط عليها بقى رشة من الفانيليا. واهم حاجة بقى الخطوة زي اللي انت تضرب فيها كويس. طيب ما عندكيش عجان. ما عندكيش مضرب كهرباء. اضربه بايدك. بس اهم حاجة تخليها نفس ايه? القوامل الكريم شنسي كده. يبقى يعني هشة كده. كل ما بتدابي في الخطوة دي كل ما تديكي نتيجة احسن. تمام? حواليكم بقى القوامل اللي انا عايزاه وبعدين هنشوف هنعمل ايه? بصوا انا كل فترة يعني كل آآ شوية بافصل العجان وارجع شغاله تاني. ولما الجوانب بتاعت العجان عشان كلها تختلط مع بعض. بصوا بقى بقت لونها عاملة ازاي? لونها بقى ابيض بصوا يعني تحفى. وفي نفس الوقت بقت هشة خالص. حلم بقى جوانب بتاعت العجان كده. وبعد كده هنحط ايه? عايز اقول لكم انا المقدار اللي انا عاملين ده مقدار كبير. عشان محدش يقول انت حتى اكتر من اربع كبايين. من كبايتين سمنة. انا ضرب المقدار في مقدارين. يعني انا عاملة اربع كبيات سمنة. على تمن كبايات دي. بس انا قلت لك المقدار الصغير علشان ايه? آآ ما تتلغبطيش ولو عايزة تعملي حبة صغيرين. المهم. تعالوا بقى نرجع لتلات كبيات ونص دي اللي في البولة. احنا متفقين اللي احنا عنحط تلات كبايات وبنص دقيق في البولة. وعنسيب نص كباية دقيق في الكباية اللي احنا بنعير بيها. هنزل بقى بالدقيق كده زي ما انتو شايفين مرة واحدة. طبعا البلغوريبة ولا بيتحط لها بيكنج بودر ولا بيتحط لها اي حاجة ولا بيد ولا ولا سوايل ولا اي حاجة. هي تلات مكونات بس. حبدأ بقى انزل ولف كده بالعجان وما تخفيش اضرابي او اعجني براحتك. اللي تخافي منه واحنا بنعجل لو اي حاجة فيها سويل. السويل بتنشف العجينة. لكن دي ما فياش هي كلها سمنة بس. بعد بقى لما ضربت كده لتلات كبات ونص دقيق هشوف بقى القرون بتاعي اللي قريبة. هاخد حتة كده في ايدي زي ما انتو شايفين ده الاختبار بتاعها. واكورها. بصوا هي ما بتشققش. يعني هي انا بلفها كده وبتشققش. بس هي بتبصن في ايدي. بتلزق فيها تلزيقة كده. فحقوم نازلة بالنص كبية. يعني ايه? مش هحط نص كبات الدقيق اللي انا شايلها. هحط نصها. هبدأ ازبط كده العجينة بالتدريق واحدة واحدة. عايزة اقول لك لما تخلي الدقيق على الجنب وتحطي منه بالتدريق. احسن ما تحطي كمية الدقيق كلها وتضطيها تزودي سمنة. السمنة تزعل. لاني غالية. لكن مدقيق انت مش مهمة. هتقليلي كمية الدقيق وبعد كده هتحطي بالتدريق. الغريبة الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعملي فيها اختبار. بعد بقى لما حطيت بقيت الزيق كورتها كده. لقيتها لأ تمام ما بتلزقش والعجينة بقت كويسة ولا بتشقق ولا اي حاجة. هبدأ بقى ايه? اعمل لها اختبار تاني. هتقولولي طب ليه? ليه كل الاختبارات دي? هي الغريبة لازم كده. حطها في التلاجة. وبعد كده بقى ايه? هشكل واحدتين كده وحطوهم في الفرن. على درجة حرار مية واربعين. الغريبة بتتخبز على نار هادية جدا. اولا عشان ما تنشافش منك. والغريبة كمان ما بتاخدش لون. هي المفروض تستوى من غير ما تاخد لون. تبقى بيضة كده. يا توبك الاعر بتاعها يعني ايه? واخد لون خفيف يعني يا كد يكون مش موجود اللون ده. تمام? هدخل هبقى كام واحدة كده في صانية صغيرة. على مية واربعين زي ما قلت لكم. هشوفها بقى لو لقيتها بقى كبرت حجمها كبر في الفرن يبقى هي لسه محتاجة شوية زي. لكن لو لقيتها زي ما دخلتها هدوك كبرت حاجة بسيطة ومظبوطة ونعمة وكل حاجة خلاص حكا اشتغل بالعجينة زي ما هي. طبعا في الوقت اللي هوية في الفرن اللي انا عملت الاختبار ده في الفرن بخلي الغريبة في التلاجة او في الفريزر ليه بحطوها في التلاجة عشان العجينة تعرفي تتحكمي فيها لان العجينة بتاعة الغريبة بتبقى ايه طرية قوي. فعشان تساهل معيك وتفضل وتعرفي تشكليها بسرعة. حطيها شوية في التلاجة. هي بتاع نص ساعة عمل لما انت ايه الكام واحدة اللي احنا خبزناهم دول يدخلوا الفريزر. تمام? يدخلوا يطلعوا من الفرن قصدي. تمام? كده كل الحاجات اللي ايه اللي انت عايزة تعرفيها في الغريبة قلت هيا اللي جاي. لو برضو حد عنده سؤال تاني برضو مما تترددوش اكتبولي وانا لو حعبت عارف هقول لكم والله بكل امان. لو حاجة مش عارفها اكيد حقول مش عارفها. بس انا بعمل الغريبة كده بنفس الطريقة وبتطلع معي بصوا تحفة. بصوا بقى كنت خبزت اول كام صاج زي ما انتم شايفين صادين كده وطلعت معي بصوا عامل ازاي? عايزة اقول لكم طلعت خطيرة. نعمة وفي نفس الوقت بتضوب وفي نفس الوقت ما ما بتلزقش كده. حاجة كده فضيعة. طبعا انت لازم تسيبي مسافات انا بقى عشان السجاط فانا ايه? خلتهم متزنقين بس برضو ايه? يعني بعض يعني ايه? لا سوف بعض بس عادي عم فكوهم يعني. بس انت ايه سيبي مسافات برضو? حواريكم بقى بقيت الغريبة التسوية بتاعتها لونها زي ما احنا مدخلينه. ما بتاخدش لون ولا من تحت ولا من فوق. من ممكن من تحت ايه? حاجة بسيطة. عايزة اقول لكم بقى على حاجات تانية. على حاجة تانية. بجد انتو كتبتوا لي كلامية مقاوي على الفيديوهات اللي يعني فيه متابعة حبيبتي يعني ربنا يديك الصحة ويبريك لك. كتبت لي بجد تعليق يعني كمة في اللروعة. قالت لي انت شطرة واستغفري لان فعلا انت تستحق تكوني في مكان احسن من كده. فبجد انا بشكركم وبشكركم على كلامكم وتعليقاتكم. هي ممكن انا مقصية معيكم فرد على التعليقات اليومين دول. بس والله يعذروني. عايز اقول لكم قبل الفطار تعالوا بقى واريكم الغريب. شايفين عاملة ازاي من تحته من فوق? هو ده اللي انا بقول لكم عليه. ما بتاخدش لون يعني. حاجة كده بصوا بتبقى بالدوب. وفي نفس الوقت مش ايه? اه مش بتجلمط في البقى. هو اول ما تكليها تلاقيها بالدوب. شايفين بتقطم ازاي? المهم. طبعا بقى عايز اقول لكم اهم حاجة في الغريبة نوع السمنة اللي بتستخدميها. السمنة هي زيت اللي بتفرق في طعامها. كل ما كانت السمنة بقى مش عايز اقول لكم جودتها حلوة. لا هي احنا بنستخدم السمنة اللي هي البلدي الجاموسي اللي لونها قبيض. عايز اقول لكم ريحتها في الفرن بتبقى قلبة الدنيا. ليه بقى? الغريبة ما ينفعش تتعامل بزبدة خالص. دي عكس البتيفور والبسكوت. دي لازم سمنة. زيها زي الكحك. تمام? الغريبة ما بيتحطلهاش سويل ولا لبن ولا بيد ولا اي حاجة من الحاجات دي. في ناس ممكن تحط لها برياض بيد عشان ما تبصمش. بس ايه البياض البيض بينشق يا بحيس لو بينشفها يعني. لكن لما بتعمليها كده بتطلع معيك بصوا مظبوطة بالشعر. اتمنى يكون الفيديو اعجبكم ولو وصلتم معي لغاية هنا ما تنسونيش بلايك واشتراك للقناة. وحبا بس اطلب منكم انتوا تدعووا لي دعوة حلوة في الايام اللي احنا فيها زيت. لعل منكم الى الله اقرب. يعني ربنا يستجاب مننا ومنكم صالح الاعمال. اللهم امين. بس واشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة